ويلياي 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 شاهدوا هدف الإنقاذ هدف بست نقاط مبروك لشبيب القبائل وإن شاء الله هذا هو الهدف لخلي شبيب القبائل تلعب بقية مقابلاتها بأريحية إن شاء الله هدف الإنقاذ هدف الموسم سميه كما حبيت ديرنا لايك على هدف مواقي ديرنا هدف لايك على هدف الإنقاذ الشبيب هدف المعاناة هدف المعاناة لأنه شبيب اليوم عانت أمام فريق ربما جاء ليدافع جاء ليلعب على نقطة ربما شبيب اليوم احتاجت لهذه ضربة جزاء وضربة جزاء شبيب القبائل هي ضربة الإنقاذ يعني شبيب ستمنع من السقوط من هذه ضربة جزاء إن شاء الله على بالي الكثير منكم ما عجبتوش هذه المباراة ولكن ربما في هذه المباراة لازم تربح وليس تلعب شاهدنا السخانة شاهدنا اللاعبين كيف يسقطون شاهدنا هذه ضربة جزاء مواقي هدف يعني أنقض شبيب القبائل شاهدنا اللاعبين كيف يطعون تلو الآخر ما قدروش إلى بوف سخانة كما هذه يعني صدقوني بلي راهي سخانة كبيرة في جوي ومازلت بلك بقى تغير شمبيونات على الجزائر لقاعدة تلعب في هذه الأوقات يعني صراحة هذه هم اللقطات اللي شعروا وسجلوا بها شبيب القبائل هدف تاني ولكن دماج المهم شبيب فازت اليوم ديرونا لايك على عدم سقوط شبيب القبائل إن شاء الله يلا لازم الجميع يفرح بهذا الهدف لازم جميع أنصار شبيب القبائل يفرحوا بهذا الانتصار وعدم السقوط إن شاء الله فيف الجياسكا وديروا لايك ولكم التعليق وإن شاء الله مع فيديو آخر سنوافقكم به بعد قليل سلام حوتي